تمام? بس هنعيد تاني ماذا ماشي? طيب. انا عايز ان انا اصدر المبنى دوت. عايز اوديه لجريو السوديو. فاول حاجة لازم ما دخل البيانات صح. فهنبدأ نتكلم تاني على ايه الحاجة اللي انا بعملها. ماشي? احنا عندنا المبنى. فانا ممكن اجي هنا. ودوس على اللوكيشن. اللوكيشن ده. يعني المبنى ده موجود فين? لان طبعا لو هو موجود في البلد حار غير لما يكون في بلد آآ جليد وحاجات زي كتا. طيب. بالنسبة لدينا هنا تلات اختيارات. غالبا لو انت شغلين على زر مسلا عشرين واحد وعشرين اتنين بس. ديفولت سيتي. ديفولت سيتي بيجيب لي قايمة بالمدن اللي موجودة في العالم كله. فانا هاجي هنا وابدأ ان انا اقول له مسلا انا عايز القاهرة. ماشي? كايرو. فجيب لي كايرو ايجيت. طيب. بعد كده دي الخطوط طول العرض هو يفهم على طول. انما في اختيار تاني ان انا هو يجيب لي خريطة وانا ابدأ اعمل زوم واختار المكان اللي انا عايز المشروع يبقى فيه. ماشي? طبعا هنختار مصر ونختار المنصورة زي ما انت عايزين. طيب في جيت لوكيشن هشوف السيرفي بوينت اللي احنا عاملينها ويبدأ ياخد المعلومات منها. طيب. يبقى دي المعلومة دي لازم نحن ندخلها مزبوط. عشان ايه? اني بقى شغالين مزبوط. عشان يديني البانان بتاعتي ضحيطة. لو انا دخلت معلومة غلط. والبانان جقبلها. النتيجة هتطلع بشتقيقه. فلزاك حاول تدخل المعلومات مزبوطة. طيب نكمل مع بعض. هنلاقي حاجة عندنا اسمها. دي عبر عن ايه? بيقول لي بعض الذاتا اللي هو بتلبها مني. طيب لاحز هنا ان هو عامل لي الحاجات بالبوصة بش بالمتر. هعمل ايه? هخش وقل له ان انا عايز المعلومات بتاعتي. تبدأ بقى تخليها كلها بالااااا بالمتر مسلنا. سكوير ميتر. وكاسب. حيث ايه? ان المعلومات بتاعتك تدخل الوحدات اللي انت عايز. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز ادخل فيه SETING. بيقول لي ايه? انت عايز الموديل بتاعك. الموديل بتاعك. يستخدم يعني عايز يعمل الحساب بتاعته على الحوايت واللي بوايبه شبيك. واللي على الماس. الماس دي اللي هي لو انت لسه بتعمل كتلة. شكل كتلة. او الغرف والمساحاتي. تمام? طيب ممكن اقول له ايه? انا عايز على التلاتة صح. بس كل واحدة فيهم بتستخدم حسب المشروع بتاعك. يعني لو انت لسه ما عملتش عناصر خالص. ممكن تقول له اخلاص انا عايز اعملها على الماس. انت عملت كتلة بس كده. شكل المبنى. تمام? فيه اختيار تاني بيقول لي يعني استخدم بس العناصر اللي ظهرها. يعني لو انا خاف اي عنصر ما ظهرش معي. طيب لو انا اخترت مسلا يبقى بالنسبة له ده هيبقى ليه حسابات مختلفة لان هو هيبقى اهم حاجة بالنسبة له التهوية. واضح الكلام? فيها حاجة مش هاضحة. نعيدة ثاني. ايه باش مانسين? ايه باش مانسين? اهم حاجات طبقة والحاجات دي جت. باي دكتور تمام. تمام? بالمهم الناس تطبق ويعني ريت ايه? زي ما رفعت رأسنا في الزكاية الصناعية. هنا برضو ايه? ايه? تجربه وتوفيها مشاكل نحلها وهكذا. طيب. طيب. لو في حاجة انا مش فهمها. هروح دايس اف واحد. هيبدأ يشرح لي الحاجة دي عبارة عن ايه? ماشي? هيخش على طول على الجزئية دي. تمام? هيقول لي دي عبارة عن وهكذا. طيب. هو هنا عبارة عن ايه? الانالاتيكس بيست الريزوليوشن. وبعد كده السيرفز. هيقسم على الان ايه مسيحة. وكذلك عندي الديفجن. لو انا عندي المساحة كبيرة. وعايز اقسمها لاجزاء. فيبدأ ان هو يقول لي على اساس مسلا كل عشرين متر كل تلاتين متر. نقسم لاجزاء. طيب. اه بعد كده التقرير هيبقى موجود فين? وخلنا ندخل هنا. هنا بيسألني بقى الوجه الازاز قد ايه? فهو هنا ما دمت قلت له هو بدأ يوسع الاليمنت وهياخد معلومات من الاليمنت. لو انا مختار ماس. فهو بيسألني على النسبة بقى ساعتها نكتب النسبة. اقول له ان النسبة بتاحت مسلا عامل حساب من فيه عشرين في المية في الوجه هتبقى زاز. فياخدها مني. دلوقتي لا هو بياخد من الموديل نفسه اللي مرسوه. لو في عند ايه شبابيك على ارتفاع كامل. يعني ايه شدد? يعني لو عندي حاجة ازاز. شبابيك ازاز مسلا. هتبقى حتى تشدد ولا لا? هتفرق كتير معاه جدا في الحسابات. طب الشدد منتد لحد فيه? شدد ديبس. هيبقى نص متر مسلا. احنا عاملينه زيرو بوينت فايف فور فايف. تمام? طب السكاي لايت. نسبة الازاز في السكاي لايت فوق هتبقى ايه? طيب. الليكس بورت كومبلكسي. عايز تبقى ديه? انا هقول له عايزة سيمبل. تمام? اه بعد كده اللي هو المسطح الخارجي. خلينا نقبر الشاشة كده. طيب البيلدنج سيرفز. قري النظام تكيفي اللي هتشغل بيه. لان فيه انظمة كتيرة. هل هتشغل تكيف مركزي ولا تكيف عادي ولا يبقى معمول ازاي? هو بيسألك بقى اني نظام فيه ولا انت تشغل بيه. البيلدنج طيب ده تفرق كتير قوي. يعني لما تقول له اوفيس. هيعمل حساباته على الاوفيس. ان دي بمكاتب. انما لما تقوله ان ده مابل سكني. هيفرق كتير جدا في الحسابات. فلازم تحدد للنوع. هو بيروح الحاجة اسمها اشري. اشري ده نظام التكيف في امريكا. طيب يعني الحاجة ده هتشغل كم يوم وكل يوم كم ساعة. يعني مسلا اربعة وشرين ساعة في السبعة ايام ولا في ست ايام والخمس ايام ولا اتناشر ساعة. تبدأ تخصار بقى اللي انت عايزه. طيب لو انت هتصدر كاتوجري هتصدرها روم ولا زميس. طيب مجرد ان انا هقول له اوكي. وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل آآ الجنريت. طعم. هيبدأ اياخد المبنى دوت. ويرفعوا على الموقعين اللي احنا قلنا عليهم. الانسايت والجرين بيلدينج. دي بزاعتهم بقى ان هما سهلين لا محتاجين تصطيب ولا محتاجين اي حاجة خالص. وهيبدأ ايديك الانفورميشن كلها. ولا مبي جزء التقليلини. اشتركوا في القناة